احنا يعني احنا دخلنا في خلال السنوات اللي فاتت ديت تقريبا 31 ألف ميجاوات الصورة المقابلة بقى عشان يباني الإنجاز ولو صح التعبير الإعجاز ان السنة اللي فاتت مثلا أقصى حمل وصلت له مصر على مدار التاريخ كان حوالي تقريبا 34 ألف ميجاوات لبناهم وكان عندنا احتياطي أكتر من 11 ألف ميجاوات يعني أكتر حوالي تقريبا 25% احتياطي بص تشوف الصورة قد إيه في خلال إيه خمس ست سنين يعني بالمقاييس المعروفة استحالة في خلال الفترة دي يبان كمان زم حدك أشرت المتابعة علشان يتم الإنجاز دوت والمخطط اللي موجود في 8 شهر ونص دخلنا أكتر من 3600 ميجاوات في خلال سنتين ونص دخلنا 3 محطات عملاقة 14400 ميجاوات في حين أن المحطة الوحدة بالمقاييس المعروفة بتاخد من خمس ست سنين فانت دخلت 3 محطات عملاقة أكبر كفاءة في سنتين ونص مش بس كده يعني أنا اختصرت المدة وكت بتعاقد مع أكبر شركات في الدنيا اللي ما هي معندهاش استعداد تتنازل عن الكفاءة والجودة وكمان في نفس الوقت أنت دخلت شركات مصرية محلية شركاء معهم بمعنى أن انت اهتميت أن انت تنقل الخبرة دي الشركات دي وده اللي احنا بنشوف دلوقتي أن الشركات دي وشركات كتير جدا محلية أصبح لها خبرة ولها طلب زي بيقولوا في سواء أفريقيا أو عربيا أو عالميا لأن بقى عندهم الخبرة وعندهم التكنيك أن هم ينفذوا الحاجات اللي هي الكهربية كمان في نفس الوقت زي ما كان مهمة قوي احنا في 2015 ما كانش فيه تخفيف أحمال يعني 2014 وصلنا إلى تخفيف أحمال 6000 ميجاوات في 2015 بالتضافر الجهود الضخمة دي ما بقاش فيه تخفيف أحمال ولكن كان عندنا مشكلة في شبكات الكهرباء عندنا شبكات الكهرباء عندنا شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية ده بالنسبة للشبكات النقل والجهود المتوسطة والمرخفدة شبكات التوزيع شبكات دي كانت عندها مشاكل كتير جدا حدا حدا كأمثلة كده عشان يبان التطور اللي موجود في 2014 كان الخطوط الهوائية الجهد 500 كيلو فولت اللي هو الجهد الفائق بتاعنا تقريبا كان عندنا حوالي 3000 كيلو متر الخطوط دي اللي هي بتغزي الكهرباء لمحافظة الصعيد والدلتا والمناطق على مستوى الجمهورية احنا دلوقتي اكتر من 720 كيلو متر في خلال خمس ست سنين كمان في نفس الوقت على مستوى المحطات المحاولات العملاقة اللي هي 500 كيلو فولت برضو المستخدمة فيه ان انت تأمن التغزيك الكهربية ويبغى التغزيك الكهربية بجودة عالية واستقرار كان عندنا حوالي 10 محطات محاولات دلوقتي عندنا حوالي 31 محطات محاولات وما زلنا شغالين فيها ده على مستوى نقل الكهرباء شبكات نقل الكهرباء يعني تم ضخ ميزانية تقريبا تصل إلى حوالي 75 مليار جنيه على شبكات توزيع آلاف عايزة أقول حدك أعمدة مثال أعمدة الضغط الملخفض اللي تم وضعها في شبكات توزيع لغاية دلوقتي تم إضافتها أكتر من نص مليون عمود مرخفض زيهم جهد المتوسط العمدة اللي هي اللي بيبقى عليها السلاك كهربية داخل المدن وداخل القرى هي دي إيه اللي يفرقها عن اللي إحنا بنسميها إحنا الناس العادية يقولك ده كابلات الضغط العالي الضغط العالي اللي هي الأبراج الكبيرة اللي هي بتاعت شبكات النقل اللي هي بتنقل للمحافظات واللي بتستخدم في الربط الكهرابي وهي ديت الشبكات اللي يحول هاي دي من الوارد أنه يتم دفنها تحت الأرض يعني ما تبقاش شد ده اللي احنا مش تغلنا فيه مساحات أراضي بنت لزينة بس مش عايفين نستغلها لأن فوقها ضغط عالي معترف بيه عالميا لأن بتبقى قدامك لو حصل فيها عطل انت شايف العطل فيه واخد بلها دك دي حاجة التانية أحيانا يعني مثلا لو قلنا على حياة كريمة مبادل حياة كريمة مبادل حياة كريمة من ضمن الجزئيات المهمة فيها تحويل الجهد المتوسط خطوط هوائية جهد المتوسط إلى كابلات أرضية إنما الجوة القرى لا خطوط هوائية ليه لأن طبيعة التربة اللي موجودة في القرى الأفضل إن هي تبقى هوائي إنما لو كان لو كابلات أرضية هتبقى فيها خطورة لأن طبيعة التربة كده بالإضافة يعني عاز أقول حدك إن شبكات توزيع اللي بكلم عن شبكات توزيع اللي تم ضخه في مجال الشبكات توزيع كان كنا بنصرف مثلا حوالي مليار جنيه في السنة اللي بكلم يوجد من مجددا